السؤال المقدم من الأخ أبو مصعب سيف الله يقول ما هو حكم الشخص الذي لا يقلد مرجعا من مراجع التقليد أخي العزيز أبو مصعب الدين الإسلامي موجود في القرآن الكريم والآيات العامة شرحها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني مثلا الله يقول أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة النبي صلى صلاة معينة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي وبالزكاة أيضا فصلها رسول الله وقال الزكاة تجب على كذا 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 وتوزع على الشرائح من الناس والأعمال الخيرية والضرورية في البلاد الدين ما فيه أكثر شيء من هذا الصوم أيضا واضح في شهر رمضان من الفجر إلى غروب الشمس ومو أكثر من هذا الدين وورد إلينا الدين متواترا يعني كل المسلمين يعرفون هذه أحكام الإسلام وكل المتفقين عليها ما عدا بعض التفاصيل الجزئية جدا والبسيطة جدا جدا مثلا واحد يتكتف ولا يسبيل هذا موفق قضية حط إلى وراء مثلا ثم ماذا صلاة تبطل؟ صلاة ما تبطل فلن ضخم بعض المسائل كذلك في الحاج نفس الشيء فما يوجد شيء يعني جديد يأتي به المراجع إنما أو الفقهاء مثلا إنما هناك مسائل حادثة تحدث في الحياة الموقف من هذه المسائل البعض أدخلها في الدين الإمام الشافعي رحمة الله عليه أول ما نقسم قال كل حركة وكل سكن وكل فعل ينقسم إلى أربع خمس أقسام واجب ومستحب ومكروه وحرام ومباح أدخل كل شيء في الدين بينما علاماء آخرين يقولون لها المسائل اللي ما واردها بالقرآن هذه مسائل عرفية تصير نشوف المصلحة العامة إحنا في أي دولة في أي مجتمع افترضوا مثلا قوانين المرور ما موجود بالإسلام أو بالقرآن شيء يتحدث عن قوانين المرور أنه يجب واحد يلتزم بالضوء الأخضر والأحمر والأصفر ما موجود هذا الشيء بس الناس لما صنعوا السيارات شعروا أنه لازم ينظمون الحياة فيحطون قوانين المرور وغرامات إذا واحد خالف وقوانين بالسياقة مثلا سيارة كيف تكون تأمين موجود فيها ما فيها قوانين كثيرة الآن توضع في مسائل حادثة هذه تسمى أحكام عرفية أحكام اجتماعية سياسية مثلا في قضايا أخرى متسمى قوانين شرعية طبعا الحفاظ على المصلحة العامة تسخل يمكن بعض إطارات الشريعة الإسلامية أنه أذية الغير حرام مثلا أو المحافظة عن نفس واجبة يعني بعض الأحكام العامة التي تشمل القوانين الحديثة القرآن الكريم والنبي الأكرام الإسلام أموما يعني أقصد ما وضع أنه واحد وصي على الدين هو يفسر الدين وهو يحتكر معرفة الدين وعلى الناس كلهم أن يسمعوا كلامه فقط الشيعة الإمامية الذين قالوا بأن الله نصب أئمة وهم في المسائل الحادثة هم يفتون وهم اللي نأخذ أقل من أدهم وكان سؤال في أيامهم أنه علم الأئمة من وين علم الأئمة اجتهاد من أدهم في المسائل الجديدة مثلا أو ينزل عليهم علم من الله البعض قال ينزل عليهم علم من الله أفوا إذا ينزل عليهم علم من الله يعني كيف ينزل عليهم وحي ملاكي ينزلون عليهم قالوا نعم طب صاروا ملائكة صاروا أنبياء إذن إذا قلنا أن الأئمة ينزل عليهم وحي من السماء فرح نقول لهم أنبياء مثل ما فريق من الشيعة في أيام الإمام الباقر والصادق في بداية القرن الثاني الفجري قالوا الأئمة أنبياء نتيجة لهذا القول أنه لازم عنده علم من الله مو مشتهد أما عامة الشيعة قالوا لا الأئمة علماء أبرار مجتهدون في المسائل الحادثة كديفتون بس فتواهم هي حادثة هي مو هي جزء من الدين اللي جاء بالقرآن مثلا طيب الأئمة انتهوا الأئمة الثانية عشر عند الشيعة الثانية عشرية انتهوا فيقولون أن الأئمة خلوا الألماء في مكانهم وأما الحوادثة الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا وأما من كان من الفقهاء صائل نفسي حافظا لديني مخالفا لمولاه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه طب كلمة فقه هذه الأيام لم تكن معروفة لم تكن مستخدمة بدليل رواية ثانية تقول فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا رواة الأحاديث إذا ردتوا الإمام ما موجود انقطعت سلسلة الأئمة فالناس يرجعون إلى 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 الرواة رواة أهل البيت ياخذون أحاديث من عندهم التقليد والاجتهاد عند الشيعة كان محرم عند الشيعة الإمامية في القرن الرابع كان العلماء الأوائل القليني مثلا في الكافي يرفض الاجتهاد وكثير من العلماء كانوا يرفضون الاجتهاد ويقولون فقط نفتي حسب روايات أهل البيت شعروا أنه في مسائل حادثة جديدة كثيرة وما فيها روايات تكفيها ففتحوا باب الاجتهاد وقالوا أن الاجتهاد واجب على كل إنسان ما يجوز أنه واحد يقلد واحد آخر لأن ذاك أنت ظن أنت ليش تعمل بظن الآخرين أنت حاول أن تنظر في القرآن تنظر في أحاديث النبي تنظر في الأدلة ويتحكم عقلك وتجتهد فما يجوز التقليد العلماء اللي أسسوا الفرقة الاثنية عشرية كشيخ الطوسي والمفيد وكذا قالوا إذا كنا الاجتهاد واجب فالتقليد حرام وقبيح لا يجوز أن واحد يقلد واحد ثاني ولكن مع مرور الزمن صار هبوط بالمستوى الثقافي وأيضا الشيخ الطوسي يقول إذا واحد ما عنده وقت حتى يروح يجتهد مشغول بزرعته أو بتجارته أو بأعماله ما عنده وقت يروح يجتهد يقول عليه أن يسأل عن الدليل لما تسأل العالم أي عالم كان في حكم جديد مثلا معين أنه هذا ما هو الحكم يقول لك حلال أو حرام أو واجب أو يجوز أو ما يجوز تقول له ما هو دليلك مو فقط تفتي وتطلع بره قبل وتروح لا أعطيني الدليل حتى أنا أعمل بدليل ما أعمل بتقليد وإذا كان في مسألة فيها أدة آراء مثلا الآن البنوك اللي بيها فوائد تعطيه هاي الفوائد تعطيه هذا الربع محرم أو لا حلال أو الاقتراض أن أخذ قرض من البنك حتى أشتري بيت وبعد عشر سنين عشرين سنة يصير بيت إليه وأعطيه فلوس للبنك بدأ ما أعطيه إيجار أعطيه فلوس للبنك هذا حلال لو حرام يسموه في الغرب مورقج هذا يجوز لو ما يجوز إذا عالم قال لك يجوز أو عالم قال لك ما يجوز قل له شنو دليلك مو تاخذ الفتوى من عنده وتروح وإذا كان فيه آراء متعددة تستمع لهذا وتستمع لذاك وتشوف يا رأي أقرب ياه أدلت أقوى أنت تاخذها ما تقلد أحد التقليد كبيح ومحرم ولا يجوز لأحد أن يقلد واحد آخر ولكن المستفى الثقافي عندما هبط صاروا بعض علماء أيضا لا يرجون الناس أن هم يرفعوا مستواهم وهم حتى يظلون سادة على الناس وشيوخ عليهم فقالوا لو يجب أن تقلد وإذا ما قلدت فأعمالك باطلة ليش أعمالك باطلة مون قال على القلد الله لم يقل تعال قلد الناس أو قلد العلماء إذا تبين لك في صلاتك أو في شي خطأ أيضا تستغفر الله وتروح ما يعني أنه تقلد واحد معين هو قد يكون هو مقلد المصيبة الآن معظم من يسمون المراجع والمجتهدين صدقوني إذا مو 99% في 90% من عددهم هم مقلدين مقلدين في عقيدتهم مقلدين في تاريخهم مقلدين في أصولهم في علم الأصول مقلدين في علم الرجال مقلدين حتى في الفقه وأنا سألت بعض علماء في العقيدة أنت مش تهيد يقول لا عدد من العلماء ليس عالم واحد طيب بالفقه هذه الفتوى التي تفتي بها خلافا لحكم الله خلافا للقرآن الكريم الله يقول مثلا صلاة الجمعة واجبة بالقرآن هو يقول لا مواجبة صلاة الجمعة الآن لأن الماء المهدي غائب ما موجود طيب شو ربطت صلاة الجمعة باليماء المهدي يعني يفتي طيب شو دليلك أنت لأن علماء السابقين فتو هكذا هو ما يجي يفتي مثلهم أو مثلا زواج من الصغيرة قدت شهور قدت سنوات بضع سنوات يجوز واحد يزوج بيها ويتمتع فيها هذا حرام هو يقولك لا حلال يجوز طيب أنت منين افتيت هالشي هذا شو دليلك ما يعرف يعني يقولك أنا مرجع يقولك أنا مش تهيد يقولك أنا عاية الله لو سوى ما مش تهيد حقيقة فأنت تجد تتقلد هذا الواحد اللي هو مقلد أنت أكيد راح تكون ترتكب خطأ كبير فهي عادة التقليد خطأ لازم هالعادة يعني نشيلها من عندنا إنما نتبع العلم نتبع العلماء وأي عالم عنده رأي عنده كلام عنده فتوى نقولي أول شي ما هو دليلك على هذه الفتوى مو أنه أفتي وطلع قبل ذبها برقبة عالم وطلع منها سالم ما يكون شي بالدين هذا فما حكم الشخص الذي ما عنده مرجع تقليد لا يكون عنده مرجع تقليد ثم ماذا في عندنا مسألة القيادة ممزوجة مع مسألة التقليد في المسائل أو الإفتاء في المسائل الشيعة قبل قبل خمسين سنة ما كانوا يؤمنون بإقامة الدولة في عصر الغيبة منتظرين إمام المهدي يطلع حتى يسوي الدولة هذه وألف سنة قاعدين منتظرين وما يجوز نسوي دولة وما يجوز نشارك بأي دولة ولا بالوظائف ولا بالجيش ولا بأي شيء طيب بهالأثناء صارتهم فراغ قيادي ما عنده واحد يقودهم فراحوا على المراجع والمراجع شوية شوية صاروا هم تقريبا زعماء سياسيين أكثر ما هم يعني علماء فقهاء في المسائل الدين شوفون بعض العلماء قد الجانب السياسي طاغي عليه وعنده عبقرية وعنده ذكاة وعنده علم ومعرفة في الفتاوى السياسية بس تسأل المسائل الدينية قولك ها ايه تقلد معليك ما يصير تقلد معليك لازم احنا نعرف هذا الدليل اللي وراء هذا الحكم شنو هو حتى نعمل بإطمئنان مو بالظن ظن على ظن هو عنده ظن وأنا جي أبني على ظن هذا ما يصير ويصير نكرس التخلف والانحطاط في الأمة فيجب أن نرفع من مستوانا ومستوى الناس ونطالبهم إلا للضرورة القصوى واحد مين فيهم أصلا ومين يعرف أصلا جاهل نقول لهم اخوة بروح اتعلم سوي محوة أمية محوة أمية دينية وثقافية اليوم قلدت بكرة بعد بكرة روح ابحث روح أقرأ كتب اقرأ تعليع فكر ناقش مو بسرعة تمشي مثل القطيع ما يجوز نرضى للناس أو لأنفسنا أن نكون قطعان غنم يعني بقط نروح ببرا نقلد هذا وذاك ويطلع آخر شي بعد خمسين سنين يطلع هذا أصلا مو مجتهد صدقوني أنا أعرف ناس معروفين بالساحة وبالأمة أو مجتهد المجدد أعطو الله الأظمى معرف شنو شنو تجي عليه من تنظر فيه كتبه وأفكاره تجد أنه رجل لا يعرف معنى الاجتهان لم يجتهد أصلا هو يقول أنا مامو يجتهد ولا أستطيعه الاجتهاء طيب شون الناس يقلدوك ملايين من الناس يقلدوك وبعدين تطلع أنت مقلد تقليد المقلد يجوز ما يجوز هو واحد يقلد الثاني ويقولون نحن عدنا مرجعية دعايات وإعلام وكذا فأنت لازم بعد تطيعهم وتسمع كلامهم وتحترمهم وتقدسهم وعلى شنو فلازم نرفع من مستوى الأمة الثقافي والعلمي ومن نتبع أي واحد ولا دليل عدنا أمامنا القرآن الكريم واضح في مسائل الدينية واضحة فيه وأحاديث الرسول المتواترة اللي شرحت القرآن كمس علي مو هاي الصلاة الصوم الحاج حجوا كما رأيتمون أحج صلوا كما رأيتمون يوصلي خلص فالمسائل الجديدة شنو الدين جديد حتى نحتاج في النبي جديد وهذا شما يقول نسمع كلامه النين محمد صلى الله عليه وسلم كان عندما يتكلم خلص لازم نأخذ كلامه بدون نقاش عملنا به نبي طيب هذول العلماء شنو هم أنبياء نصف أنبياء ثلاثة أربعة أنبياء المراجع اللي يسمون نفس المراجع أو مفتين يوم الأيام كان يقولون سياقة المرأة في السعودية مثلا سياقة المرأة ما يجوز حرام ومعن أين نساء ومعن أين نساء يسوقون مرة واحدة غيروا رأيهم قلبه قال ها ها لا والله يجوز الآن طيب شنو أنت منعت الناس صادرت حرياتهم صادرت سوت لهم مشاكل أزمات ومسائل كثيرة مثل هالقبيل اللي كثير من العلماء عنده سنة وشيعة يفتون فتاوى ما نزل الله بها من سلطان فمو لهم أزم واحد يقلم الله لم يفرط علينا طاعة أحد أو تقليد أحد حتى لو كان فقيه عالم قد يكون عنده هوا في نفسه قد يكون عنده إنسان شيطان في داخله شي بعرضنا فيه الظاهر ما لأنه هو تقي وراء اللحيطة طويلة ومعمتة كبيرة ولكن في الواقع وشوفون بعض العلماء كيف يفسقوا بعضا ويظلوا لبعضا هذا ضال وهذا مظل وهذا كذاب وهذا مفتري إذا بين علماء هما يقاذفون هالتهم فكيف نطمئنوا إليهم جميعا نحتمل إذن نحتمل احتمال أنا مالذي أوجي التهمة لأحد بس نحتمل احتمال كل إنسان قد يكون ضال قد يكون مظل قد يكون فاسق قد يكون دا يدور فلوس يدور زعامة ودا يتحارب ويالآخرين فإذن والفتاوى اللي يطلعها شفتوا مثلا مثلا مساءل التطبير والتطعين والمعذرة شنو عالم يقول هذي حرام عالم آخر نكاية تنبيق ولا لا هذي مستحبة أو هذي واجبة منين طلعت الأشياء واجبة ومستحبة على أي دليل شنو دليلك الشرعي فعدل لهم لفق يلفق لهم كم كلام مسويلة حتى يمشي نكاية تنبيه هذا العالم الحاكم مثلا حتى يثبت وجوده هذه موجودة بين علماء ما يسمون بالمراجع في الحقيقة موجود الهوى وحب الزعامة وحب الدنيا وحب الفلوس مو ملائكة هما فإحنا شلون نتبعهم اتباعا أعمى التقليل أعمى ما يجوز يجب أن نفكر ونشوف الأدلة نشوف الإبراهيم ونفكر بحيادية ما نقدس أحد خلص هذا مرجع كبير شنو ما يقول بعد كلامه صحيح لا مو معلم مو معلم كلامه كله صحيح إذا أفتاننا في بعض المسائل فتاوى صحيحة فتاوى سياسية مثلا لا يعني أنه كل فتاوى الأخرى مالت وحي منزل صارت لا يجب أذن أن ننظر فيها ونناقش نناقش فيها ونتأمل فيها فالله سبحانه وتعالى قياما ما يطالبك ليش ما قلدت هذا وليش ما قلدت ذاك أنت حر هذا أمامك القرآن تنظر فيه والمسائل المتواترة هم وكل علماء يقولون المسائل الضرورية يعني البديهية مثل الصلاة ركعتين الصباح أو ركع المغرب أربع ركع الظهر والعصر والعشاء هذه مسائل ضرورية صارت يعني هذه ما أحد ما يشك فيها ولا أحد يناقش فيها هذه متحتاج تقليد فشنوع التقليد في وين؟ في المسائل الظنية الحادثة وهذه أساسا همات ليش ندخلها بالدين هذه الحكم العقلي همات بحقلك مثلا المخدرات سابقا ما كان أكون مخدر أزمن النبي ولا أكو آية بالقرآن تحرم المخدرات ولكن احنا نشوف هذا شيء مضر بأقلنا نحكم الله تعالى بأقل أيضا بأقلنا أن هذا شيء مضر فنتجنب والحكومة تحط أقوبات ربما تصل إلى حق الأعدام لمن يتاجر بالمخدرات أو يمتلك كذا فهذا يشوف الحكم عقلي وأرفي فمو بالضرورة نحتاج نقلد أحد فيه لن نعرف نفس الشيء جاء على التدخين هل هو محرم مكروه طبعا ما أحد ما يقول مستحب بالتدخين أو الأرقيلة ألا ما بعضهم يقولون حرام بعضهم يقولون مكروه يعني أنت إذن أنظر شوف أنت بنفسك هذا شيء مفيد للصحة أو مظل للصحة لصحتك ولو من صحة من حولك من الأطفال والنساء والأصدقاء أنت عندما تدخن راح تلوث الجو فبالتالي أنت تشعر بنفسك أن هذا الشيء قبيح وحرام أو مكروه على كل مكروه مشدد وهكذا كل مسألة جديدة تأتي إحنا يمكن ننظر فيها ومو نقلد فيها بعض ناس يقولونه يعني ويعرف هذا مضر وخطأ يقول له العالم الفلان يقال يجوز خلي يقول يجوز أنت شو خصك فيه أنت بينك وبين الله أنظر هذا الشيء جائز أو غير جائز ترجمة نانسي قنقر